طريقة عمل كريم بف أو الإكلير الفرنسي نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم راح أحضر الكاستر اللي راح أحشي به الإكلير 2 كوب حليب تركته على نار متوسطة 1 ملعقة شاي فانيل أي نوع متوفر عندكم وبديت أحضر باقي المواد عندي 4 صفار البيض وضفت له 3 كوب سكر و 3 كوب نشا خلطت هاي المواد خلط جيد هنا من بعد ما بدأ يغلي الحليب ضفته هنا للخليط مالة البيض والنشا والسكر وضفت الحليب جزء من الحليب ضفته إلى أن خلطت زين ويا النشا والبيض والسكر ورجعته للجدرية ورجعته على النار ورح أخلطه زين إلى أن يذخن ويصير عندي كاستر أو باستر كريم لأن راح أضيف زبت فيصير باستر كريم وخلطته هنا وهو حار إلى أنذاب الزبد شوية برد وغلفته بهذا النايلون وراح أحتفظ به بالثلاجة وهنا بديت أحضر خلطة الطحين عندي هنا واحد كوب طحين وثنين ملعقة شاي سكر وربع ملعقة شاي ملح خلطته زين ونا حضرت الخليط السائل اللي هو نصف كوب ماء ونصف كوب حليب وضفت له خمسة ملعقة أكل زبد ومن ذاب الزبد وبدأ يغلي الخليط ضفت له هذا خليط الطحين وخلطته زين تركته على النار الهادئة إلى أن اتماسك يعني طبخته دقيقتين تقريبا وشلته تركته إلى أن برد حيل يعني صار بدرجة حرارة الغرفة هذا العجين وهنا أضفت نصف ملعقة أكل بايكينج باودر ونصف ملعقة أكل فانيلا وبديت أضيف لبيض ضفت له سبعة حبة بيض بس هنا ما أقدر أطول الفيديو فما شوفتكم كل البيضات اللي ضفتهم بس المهم أنا أضيف بيضة وأخلط أضيف بيضة وأخلط إلى أن يتجانس بها الصورة وممكن تخلطوه بخلط كهربائي أو بالعجانة أو بأيديكم مثل ما أنا سوي هنا من بعد ما خلطت زين وصار بها الصورة خليت بهذا كيس التزين شوية تكون الفوهة مالتها عريضة وخليتها بالفرن وأنا سبق وأن بديت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى ومن الأسفل وخليتها بالوسط ويأخذ وقت تقريبا من 12 دقيقة إلى 11 دقيقة وأنا حضرت القناج نصف كوب كريمة وضفت له 8 مربع شوكولاتة الكريمة ساخنة وضفت لها الشوكولاتة وخلطته ورح أستعمله للتزين وهنا من بعد ما طلعته صار بهالصورة الضعف حجمه والداخل مالتها يكون خفيف فارغ تقريبا وهنا استعملت الكاسترد من بعد ما برد الإكلير فتحته بهالصورة أو ممكن تدخلون قمع رفيع بداخله وتحشوه بالكاسترد اللي شفتوه من بعد ما برد كله هنا زينتب هاي الشوكولاتة الوجه مالتاع بالشوكولاتة وأطلعه وأقدمه وهذا شكل النهائي جربوا إن شاء الله يعجبكم والف عافية